ماذا يختلف الأتراك عن الإيرانيين؟ ولذا ماذا أشرت أن إخراجهم مهمة مقدسة؟ أولاً كل واحد زي بعضهم لكن أنا أتصور أنه وهذا كلام قلت قبل أربع سنوات أو خمس سنوات في حديث العربية قلت فيه أنه لابد في يوم الأيام أن نتعاون مع الإيرانيين لأن الإيرانيين جيراننا والإيران نشارك معهم بالثقافة وباللغة وبالدين الدين الأول ليس الدين الجديد الذي يجبه الأتراك الأتراك لم يكنوا مسلمين قبل القرن الرأى الثاني عشر أو الثاني عشر بينما الإيرانيين شاركونا في أول رسالة نبوية في القرن الأول الهجري ومنهم الأدباء ومنهم العلماء بس المهم يحسن سلوكم يتخلوا عن هالخرافات المختزنة في رؤوسهم ويعودوا إلى العالم الصحيح الذي كان فيه سيبويه وكان فيه الطبري وكان فيه العظماء والكبار الذين شاركوا في الثقافة الإسلامية إذا تحسنت إيران سلوكها لأنه المصلحة مع إيران أما أتراك فنحن لسنا علاقة فيهم بشكل القوي والمتوازن الموجود عند الإمار الإيرانيين